النهاردة هنتكلم عن ابن الزنان وبنت الزنانة العيوطة أعمل إيه؟ هنتكلم مشكلة في كل بيت والله في كل بيت مفيش بيت بياخلوا منها على فتح الطفل الزنان العيوط اللي عاوز كل حاجة أو أي حاجة بس بيزن عليها بس هي مش متاح لك إنك تنفسها له دلوقتي أو مش في استطاعتك دلوقتي إن انت تعملها له يبقى نختار الأداة الجميلة اللي هنتكلم عليها النهاردة اسمها أداة الاختيار من وسائل التربية الإيجابية من أجمل وأسهل الأدوات في التربية الإيجابية حاجة سهلة جدا جدا وبتعالج على فكرة بتعالج الزن والعيوط ماما 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 أربعين مرة زي ما قلت لك وما بيقسوش يعني عادي هتغيري وضعك برضو ماما وماما كده وراكي الزن الزن والكرسة بقى مش الزن بس الكرسة الزن مع العيوط يعني الاتنين بيعملوا ألأ طيب إيه أداة الاختيار ديت لما بيبقى عندي أكتر من اختيار بدل ما قوله اعمل ده وهو ده مفيش غير ده لا مش عادي طب هو لأ وكلمة لأ 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 طلع لطفل عينة دي وإحنا قلت لك طفل بتاع اللأ دي كل لأ عشان مش لأ طب هتعمل لأ هي لأ قبل ما يقول أي حاجة يعني أظنوا كلنا وما تجربنا القصة دي لكن أداة الاختيار بتحلبني أصلا التفكير احساسه بالحرية بتساعده بنسبة كبيرة جدا جدا إن هو يتجنب العند أو مجرد بس إن أنا ألغي كلمة لأ في حياته الشديدة دي وتبني شخصيته من فوائدها حاجات منتزة جدا تعطي إيه بني صفة القيادة مساحة مشتركة بيني وبينه في حوار يا جماعة بيني وبينه قيادة اختيار بداء الاختيار اللي موجودة في أكتر من حل كل ده مرحلة الطفولة طبعا أنا بدي بدلين ومرحلة المراقة بدي تلاتة لو كنتوا فاكرين يعني اختيارين تحب كده ولا كده قدامك كذا ولا كذا بنبرد صوت متوسطة مش هو ده يا ده والله لا عملك لده ولا ده يلا لا فيه طريقة طريقة وأنا بقول الطلب بتاعي وبعرض عرضي على ابني طب لو طلب حاجة تالتة يبقى مزيد بقى من إيه وإحنا بس في الطفولة إحنا قلنا تلات حاجات دي من المراقة عشان يحس إن فيه أكتر من أوبشن قدامه متشكبس عليه لكن في الطفولة لسه الدنيا احنا بنتكلم من خمس سنين ومتطالع عشان يفهم انتوا تقولي إيه أصلا لا يبقى نقوله الاختيار ده للأسف مش متاح دلوقتي ونكرر عليه نفس الاختيارين الأولين تحب كده ولا كده بس ممكن أشجعه بقى يعني خلي جملة كلامي فيها تشجيع وحسسه بأهمية ها قلت إيه قرارك ها فكرت ولا لأ طب انت اخترت إيه إيه الأفضل بالنسبة لك أنا قاعدة هون منتظرة تختاروا إيه اللي انتوا هتختاروا ده ولا ده تعرفوا ده بيعمل إيه بيحسسه أصلا إن هو اللي بيملك القرات و هو اللي بيملك الاختيار و هو اللي بيقول في حياته مش ماما اللي بتملي عليه فبيعمل و بيعمل السلوك اللي انت عايزات و كمان بيتعلم مهارات التفكير و يحسسه إن فيه أهمية و فيه انتماء ده طبعا بيجنبنا لعندي زي ما قلتلكم و بيخلي الطفل أصلا متهاون معاك و متعاون معاك في معظم القرات اللي انت يبتغديها مش حد مالوش اختيار بعكس الطفل بقى اللي احنا كل شواء بنتحكم فيه هو كده ليه عشانا أنا قولت كده مفيش كده لما يجبوك لحلطشك يلا هيا مفيش مفيش مساحة أصلا وهو انت كأم متحكمة قررتي و خلاص لكن لو فيه اختيارين ها هو بيختار و بيقرر منهم وبتنفع مع أطفال كتير جدا جدا اللي لسه حتى ما تكلموش ها عايز البنطلون للإسود ولا البنطلون ده و نخليه اللي تحط إيدك عليه واللي يختروه و يمسكوه و يلمسوه بأيديهم هو ده اللي هيلبسوه يبقى احنا عملنا ايه دماجنا الحاجتين انت تختار و في نفس الوقت انا حاسس بمشاعرك حتة المشاعر بستخدمها في كل حاجة ليه انا حاسس بيك انا شايفك لو احنا خدنا الحلقة اللي فاتت و قده مهم جدا 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 زي ايه مثلا ديكم امثاله عشان ما نعودش نتكلم نظري انا عارف ان انت مش عايز تنام و عايز تلعب اه تفكر في اللعب و عايز تلعب انا حاسة بيك على فكرة طب بس تحب بس ده وقت النوم تحب قلنا بلاش كلمة بس تحب احكي لك حدودة ولا اتنام في السرير ايه الحدودة ها ولا اتنام في السرير هيقولك لا احكي لها حدودة يلا خلاص خدنا القرار كلام ايه مالكلم على خمس سنين وينفع مع فؤة وهقولك عمل ايه طفل عشر سنين وكان قدامي طيب المثال التاني هو انت خايف من الظلمة انا عارفة و حاسس ان انت خايف من الظلمة على فكرة انك كنت لما بعمل كده بنادي على ماما وبنادي كزا والوقت عالية مش عارفة اتنامي جنب ولا نور لك النور شوية ها انت خايف من ايه طيب ولا عندك فكرة تانية ممكن بتكلمه وبحاوره بديله اكتر من اختيار وهو يختار لا نور النور بتاع سواء لا خليكي جنب شوية لا اكلميني لحده منام طب احكيلي الحدودة لحده منام يبقى هو عنده اختيارات مش هو دلوقتي وقت نوم سبكوا سودة ومشى وراهم بقى عارفة انت مش شبش بالطائر والحزام المحدوف هو عندما تناموا استألوا اي ام تقولك انا عايزة فترتين يختفوا في حياته ايه يا بنت الفكرتين تقولك الفترة نص ساعة قبل النوم مش عايزاها موجودة انا عزاتي تشال من قموسها عايزة ما بنقومش تبقى عمالة تجري وراهم وعندك عائل واثنين وثلاثة خلاص ما شاء الله صراية قرود موجودة والدنيا بقى صراية صفرة موجودة وسط نص ساعة اللي قبل المدرسة الصبح يا سلام سلام عليكي وعلى جمالي وانتي عندك سبعمائة ايد ومش عارفة كم لسان وكم عيل عشان تعرف اتراج لكن طبعا بالاختيارات انا بحطه وابيبقى عارف ده ولا ده فمخه بيتحدد بالحاكتين دولة وصله لو كان هو كثير الطلبات طيب انا لاحظت ان صاحبك زعل جدا لما انت ضربته تحب تقوله انا آسف ولا تطبطب عليه ده بيعمل له ايه بيعطيله اختيار في السلوك الصح وده جمالك انتي بقى لما افضل اقوله عن الاختيارات في الايجابيات اختيارات في الايجابيات هو ذات نفسه هينتهج السمت ده طب شبطان في حاجة عايز يقعد عند جدتهم مش مروح طبعا كلهم عند ستهم مش عايزين يمشوا من عند جدتهم ها طب تحب نجري عصده وقت المروع تحب نجري لحد الباب ولا نمشي لحد الباب مشيت النملة ها نعمل ايه شوف انا بتكلم ازاي هو المفروض كده تعارف اول واخر مرة هجمش انت شبطان كده وفضاني في وسط العيلة اول واخر مرة افتقى رعياتك ده لا خالص لا خالص بديله الاختيارين نمشي جري خطوة سريعة ولا نشيت النملة ولا تحبش هيلك لحد ما نمشي لحد الباب شوفتي بعمل ايه بدي اختيارات مات انا عايز اعط على التاب واخويا واخده واخده فاضل عشر ده ايه فاضلك عشر ده حب نبهك ولا انت هتنتبه لوحدك بعمل ايه بديله اختيارات الامر ده امر مهم جدا فيه واحدة كانت بتاخد مشكلة الايه السفيرة تقولك ايه اول مرة هسفر فاضل خمس ده ايه تاني مرة هسفر فاضل ده ايه ثلاث مرة سيبلي في ايدك ايه اللي بيحصل بتدي اشارة للمخ السفيرة دي بتدي اشارة للمخ خلي بالك في حاجة بتحصل في حاجة هتيجي يلا بينا خدت القرار اهم شيء في الاختيارات اللي انت بتعطيها لابنك او لبنتك انك تعرفيه وانك تعرفها ان انت حاسس به ومتعاطف معاه وانت امامك اختارتح مش فردين عليك حاج انت عندك اختيارين اهو عشان تتم السلوك ليه عشان معانيتش معاك طيب فيه تحذيرات في الاداة دي اه اه ايه التحذيرات اول حاجة انك تختار اختيارات مناسبة لاطفالك ولما تسأليهم سؤال اللي هو مثلا سؤال ما في نبقش هم عايزين حاجة واحدة بس لا انا عايز ده وده ومي طب ايه رأيك ده ولا ده طب الساعة 8 ولا ساعة 8 وربع بدي اختيارات مفتوحة وبديله اصلا حاجة مناسبة لسنه تاني تحذير الاختيارات اللي انت بتقوليها دي لازم تلتزم بيها وتنفذيها امي كدابة ابوك كداب اللي قال لي انت كدب وداخل النار شتة بتقول انت حتخش النقل وكده ومسمع اطفال قد قد كده وعملين يقوله ده امي دي بتجزب انت بتعرفيش ان امي دي بتجزب دي كذابة ليه يابني استغفر رزي تقولي يابني كده على امه كذا قالتلي ومنفذتش اوعي اوعي توعي دي وعد ووعد تخيرين ما بين اختيارين وما تنفذهمش وعشان كده بقولك خلي الاختيارين المتحين دلوقتي اللي تقدري القبشة اللي تقدري تعمليها في الوقت الحاضر طيب ايه التحذير كمان ممنوع اختيار كلام هتقعد ساكت ولا تديك على وشك هتحترم نفسك ولا انت عارف او تشبش بالطير والحزام معرفش ايه ممنوع الكلام ده على فكرة مش في الاداة دي بس ممنوع الكلام ده في كل مراحل التربية كبير صغير راجل بنت ست ممنوع ممنوع نقولي الكلام ده لما تقولي الاختيارين تبقى محايدة على فكرة في توصفه مش تقولي له بطريقة ان فيه تحيز الاختيار عن التين بحيث هو ينفر من اختيار ده ويحب الاختيار ده اصلي انت قلتها بطريقة حلوة شوي لا انا ما بقول ببقى حيادية تماما التشيرت ده التحفة ولا التاني ما انت قلت له ده التحفة فهيفضل يبز لا سيبيه سيبيه عشان هو يحس اصلا انت مش ضغطة مش انت اللي قلتيني انه ده تحفة يا ابني لا انا خيرتك لا انت مش بخير انت بتجزبي تاني لا ليه اختار اللي انت مدحته فبلاش تأثري على قراره وخلي امورك حيادية الادات الاختيار من اجمل الادوات فعلا فعلا من اجمل الادوات اللي ممكن ان انا عالج بيها طفل زنان عيوت فضولي دايما عايز الامور وديله زي ما قلتلك اوبشن وطلعه ايه طلعه قيادي وعنده مساحة التفكير اشتركوا في القناة